اختار مجلس أمناء الحوار الوطني بالتوافق 44 مرشحا للمحاور الرئيسة الثلاثة واللجان الفرعية وذلك خلال الاجتماع السادس لمجلس الأمناء الذي عقد بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب لاستكمال مناقشة واستعراض أسماء مقرري اللجان الفرعية والمقررين المساعدين لتلك اللجان وانتهى المجلس من التوافق على 12 مرشحا للمحور السياسي واللجانة كما استقر المجلس على 18 مرشحا للمحور الاقتصادي ولجانة وفيما يخص المحور المجتمعي توفق المجلس على 14 مرشحا كما انتهى مجلس الأمناء لتقسيم المحور السياسي إلى 5 لجانة حيث تم الاتفاق على إضافة لجنتين وهما لجنة متخصصة في الأحزاب السياسية ولجنة متخصصة للنقابات والمجتمع الأهلية وذلك بالإضافة إلى اللجان الثلاثة السادق اقراروها وهي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابية لجنة المحليات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة نتهينا من تحديد المقررين والمقررين المساعدين لكل البحاور التلاتة سواء المحور السياسي سواء المحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي تم إضافة بعض الموضوعات للمحاور ضفنا النهاردة في المحور خاص بالمحور السياسي ضفنا الحزاب السياسية بقت لها موضوع منفرد أضفنا النقابات ومنظمات العمل الأهلي أيضا برضو ضفنا محور آخر خاص بالريادة والشباب ضفنا أيضا موضوع آخر اللي هو السياحة كل دي موضوعات تم إضافتها جديدة عن المحاور اللي كنا حددناها والموضوعات اللي كنا حددناها في الجلسات السابقة ترجمة نانسي قنقر